رسالة الأخت الفاضلة بين يدي وسأقرأها سأقرأ أهم ما فيها بحثف المقدمات وما جاء في خاتمتها الرسالة في البداية نقلت كلاماً لي قلته في الحلقة التاسعة والعشرين من هذا البرنامج من برنامج الخاتمة فيما يرتبط بالرواية التي ذكرت راية السفياني والخراساني واليماني أقرأ ما كنت قد قلته في تلك الحلقة وجاء مذكوراً في هذه الرسالة الذي قلته هو هذا إن راية السفياني واضحة إنها راية ضلال وراية الخراساني راية هدى ما هي براية ضلال إنها راية هدى ولكنها ليست هي الأهدى لذا فإن الإمام استعمل صيغة أهدى بخصوص اليماني لأن السفياني على ضلال أما الخراساني لو كان على ضلال لما قال الإمام إن راية اليماني هي الأهدى لأن الأهدى يكون في مقابلها ما كان على هدى فهناك على هدى وهناك الأهدى وإلا فلا يقال إنها أهدى من راية السفياني إلا على سبيل التجوز لأن راية السفياني راية ضلال فيقال راية السفياني راية ضلال وراية اليماني راية هدى ولكن حينما تكون راية الخراساني أيضا قد ذكرت وقيل عن اليماني هو الأهدى فهذا يعني أن الخراساني على هدى هذا هو الذي ذكرته في الحلقة التاسعة والعشرين من هذا البرنامج من برنامج الخاتمة الأخت الفاضلة تعلق على هذا الكلام مخاطبة لي حين تحدثت بهذا الحديث أنا رأيته منطقيا في حينها واقتنعت به لكن حين قرأت هذه الآية من سورة الملك ليلة البارحة حيرتني فالآية تقول أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم الآية هنا أجرت مقارنة بين جهتين بين جهة المكب على وجهه وهي جهة ضلال وبين جهة الذي يمشي سويا على صراط مستقيم وهي جهة هدى وقارنت بينهما بتعبير أهدى وقد رجعت إلى تفسير أهل البيت صلوات الله عليهم لأتأكد ماذا يقولون في معنى الآية لأن الذي في ذهني أن تعبير الأهدى صيغة تفضيل يقابلها ما كان على هدى مع أن تعبير الآية واضح أن المكب على وجهه هو ضال وليس على هدى ولكني رجعت لأحاديث العترة لأتأكد ووجدت هذه الرواية عن محمد ابن الفضيل عن أبو الحسن الماضي أبو الحسن الماضي هو إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه هذا المصطلح معروف عند رواة الحديث عن محمد ابن الفضيل عن أبو الحسن الماضي صلوات الله عليه قال قلت محمد ابن الفضيل قال قلت يسأل الإمام الكاظم صلوات الله عليه أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قال إن الله ضرب مثلا من حاد عن ولاية علي صلوات الله عليه كمن يمشي على وجهه لا يهتدي لأمره وجعل من تبعه سويا على صراط مستقيم والصراط المستقيم أمير المؤمنين انتهى النص تستمر الرسالة فالإمام يؤكد مضمون الآية إمامنا الكاظم فالإمام يؤكد مضمون الآية بأنها بصدد المقارنة بين جهة ضلال وبين جهة هدى واستخدمت في المقارنة تعبير أهدى الذي ورد بعينه في رواية اليماني أضف أن الآية بحسب رواية الإمام تتحدث عن ولاية علي واليماني أبرز صفاته أنه يوالي علي ولم يوصف الخراساني بهذا الوصف بوصف أنه يوالي علي ولم يوصف الخراساني بهذا الوصف أيضا الآية تقول أمن يمشي سويا على صراط مستقيم والإمام الباقر صلوات الله عليه يقول في وصف اليماني لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم نفس تعبير الآية بالضبط يعني أن الذي يكون في مقابل اليماني الذي يمشي سويا على صراط مستقيم الذي يقابله بنص آية سورة الملك هو شخص مكب على وجهه ولا يمكن أن يكون على هدى فإنما يقابل الطريق المستقيم هو الطريق الأعوج ولا يوجد طريق نصف مستقيم هذا هو الذي فهمته ولذلك أردت أن أسأل هل هناك رواية أخرى فيها دلالة على أن راية الخراساني راية هدى غير رواية الراية الأهدى أم أن رواية الراية الأهدى هي الرواية الوحيدة التي قد نفهم منها هذا المعنى وتستمر في رسالتها أنا سمعت الشيخ المهاجر إنها تشير إلى شخ عبد الحميد المهاجر أنا سمعت الشيخ المهاجر في إحدى حلقات برنامج ذبيح الله على اليوتيوب لا أتذكر أي حلقة ولكنني سمعته يقول إن أهل البيت لم يمدح راية الخراساني وقد تفاجأت من كلامه في حينها إلى آخر رسالتها موضوع الراية الخراسانية يحتاج إلى تفصيل في القول وسأترك التفصيل في كل صغيرة وكبيرة إلى وقته المناسب لكنني سأجيب على هذه التساؤلات المهمة في رسالة الأخت الفاضلة سأبدأ من صيغة التفضيل الرواية التي تحدثت عنها بخصوص صيغة التفضيل هي الرواية التي جاءت في غيبة النعماني المتوفى سنة 362 للهجرة رضوان الله تعالى عليه وهذه طبعة طبعة أنوار الهدى قموا المقدسة صفحة 262 الحديث الثالث عشر بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه والتي جاء فيها في صفحة 264 الحديث طويل يقول صلوات الله عليه إمامنا الباقر خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد إلى أن تقول الرواية الشريفة وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم إلى آخر ما جاء من حديث إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه بخصوص شخصية اليماني وقد مر الحديث عن شخصية اليماني لا أريد أن أكرر ما تقدم من كلام وليس في الرايات يعني في راية السفياني والخراساني واليماني وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني هي راية هدى راية السفياني ضلالها واضح وراية اليماني الرواية واضحة في أنها الراية الأهدى بقيت راية الخراساني من نفسي هذا التركيب هذا التركيب الأدبي هذا التركيب التعبيري اللغوي نفهم أن راية الخراساني راية هدى أقرب لكم المضمون أقرب لكم الفكرة لصاحبة التساؤلات وللذين تدور نفس هذه التساؤلات في أذانهم مرة نقول عن شخص إنه بخيل وهو بخيل معروف عندنا من أنه بخيل وفي غاية البخل ونتحدث عن شخص ثاني وهو جواد كريم وجوده وكرمه معروف عندنا طرفان سين سين صاد سين بخيل ومعروف بخله لدينا صاد كريم ومعروف كرمه وجوده لدينا فأقول من أن صاد أكرم من سين هذا التعبير تعبير صحيح فسين بخيل وصاد كريم وهنا طرفان فقط فأقول صاد أكرم من سين لكن هذا التعبير تعبير إجمالي أقرب إلى التجوز من الحقيقة فإن صيغة أكرم تكون في مقابل ما هو كريم هناك كريم وهناك أكرم هذه الدلالة اللغوية الأدبية الحقيقية لهذه الصيغة إذا أردنا أن نتحدث على وجه الدقة في حدود دلالات الألفاظ لكننا لا نتعامل مع اللغة تعاملاً رياضياً اللغة اللغة وسيلة للتفاهم وفيها مساحة واسعة من المرونة في أصل الوضع فإن صيغة أكرم للمقايسة بين كريم وكريم آخر هو أكثر كرماً منه لم توضع للمقايسة بين بخيل وكريم يقال هذا بخيل وهذا كريم نقايس بين بخيل ومن هو أكثر بخلاً فنقول صاد أبخل من سين لأنه أكثر بخلاً منه ونقول صاد أكرم من سين سين كريم لكن نصاد أكرم من في أصل الوضع صيغة التفضيل هكذا وضعت هذه دلالتها وهذا قانونها لكننا هل نستطيع أن نستعملها بين سين البخيل الذي نعرف الذي نعرف بخله وصاد الكريم الذي نعرف كرمه فنقول صاد الذي هو كريم أكرم من سين الذي هو بخيل هذا شيء مستعمل في الكريم في أحاديث العترة الطاهرة وقبل ذلك هذا الاستعمال وهذا التعبير شائع عند العرب لكن هذا لا يعني أن القاعدة الأولى ليست صحيحة القاعدة الأصل هي أن صيغة التفضيل للمفاضلة في نفس الموضوع الذي تتحدث عنه مادة بناء صيغة التفضيل فحين أقول أكرم فإن التفضيل سيكون مختصا بالكرم وحين أقول أبخل فإن الكلام يكون مرتبطا بالبخل وحين أقول أذكى فإن الكلام يرتبط بالذكاء وحين أقول أغبى فإن الكلام يرتبط بالغباء لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع أن نستعمل صيغة التفضيل حينما تكون المقارنة بين طرفين وهذان الطرفان مختلفان كالبخيل والكريم والأمر هو ما بين الضال والمهتدي لكن حين تتعدد الأطراف فالرواية فيها أكثر من طرفين الكلام يختلف هناك السفياني هناك الخراساني وهناك اليماني إذا كان واضحا لدينا من أن السفيانية ضال وكذلك واضح لدينا أن الخراسانية ضال فسيكون الاثنان طرفا واحدا وحينئذ سيكون الكلام مثل ما قلنا صاد وهو كريم أكرم من سين وهو بخيل لكن ليس جريا على أصل الوضع في جذوره الأدبية لصيغة التفضيل وإنما أمر جرى التعبير به وجرى استعماله في المحاورات الأدبية العربية لا يتصور أحد من أنني أقصد من أن هذا التعبير ليس صحيحا أبدا لكننا مرة نستعمل الصيغة اللغوية في أصل وضعها ومرة أخرى في المساحة المرنة في عالم اللغة التي نتكلم بها الذي بين أيدينا هناك أكثر من طرفين طرف معروف ضلاله وطرف معروف هدايته وطرف ثالث ليس معروفا وجاءت صيغة التفضيل هنا فلابد أن نفهم النص وفقا للوضع الأصل لصيغة التفضيل الوضع الأصل لصيغة التفضيل من أن التفضيل يكون في نفس الموضوع الذي تبنى منه صيغة التفضيل فأهدى بنيت من الهدى فلابد أن تكون راية الخراساني راية مهتدية لكنها دون راية اليماني أنا لا أقتصر في الحديث على مدح الراية الخراسانية بخصوص هذه النقطة الأدبية اللغوية لكنني أجيب على الأسئلة والتساؤلات حتى إذا افترضنا من أننا ليس بين أيدينا إلا هذا النص فوفقا للبيان الذي قدمته فإن راية الخراساني ستكون راية مهتدية ممدوحة هذا هو الذي قصدته في حديثي في الحلقة التاسعة والعشرين من هذا البرنامج أنا لا أستطيع أن أفصل القول في كل صغيرة وكبيرة فهذا يحتاج إلى وقت طويل في حينها تحدثت عن هذا الموضوع بالإجمال إنني أحاول الإجازة والاختصار إذا أردت أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة ببيان القواعد والأصول والأمثلة والتوضيحات فإنني سأحتاج إلى عدد هائل من الحلقات وربما لا أستطيع أن أصل إلى مقصوتي فهذه الرواية التي تتحدث عنها السائلة الفاضلة في رسالتها وهذا هو الذي ذكرته وتحدثت عنه هناك نقطة مهمة إذا ما نظرنا إلى هذه الرواية وإلى رواية أخرى تماثلها أيضا بخصوص السفياني والخراساني واليماني دققوا معي في رواية غيبة النعماني وليس في الرايات راية أحدى من راية اليماني لو كان الحديث عن أن راية الهدى فقط هي راية اليماني لم احتجنا إلى استعمال حرف الجر من وليس في الرايات راية أحدى من راية اليماني لو كانت راية اليماني هي الراية التي على هدى فقط ولا توجد راية أخرى لكانت تعبير وليس في الرايات راية هدى إلا راية اليماني فحينئذ يكون الكلام واضحا ومشخصا وخصوصا أن الإمامة الباقرة في مقام بيان واضح وتشخيص لتكليف الشيعة الإمام في نفس هذه الرواية يقول وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى إلى بقية كلامه صلوات الله عليه الإمام الباقر في مقام تشخيص تكليف شيعته لا بد أن يكون الكلام دقيقا وواضحا وليس إجماليا فحينما يأتي التعبير وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني ما الحاجة إلى استعمال حرف الجرم والقضية هي القضية حينما يأتي هذا النص وأنا أقرأه عليكم من غيبة الطوس المتوفى سنة أربعمائة وستين للهجرة وهذه طبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة ميتين وسبعة وسبعين عن بكر بن محمد الأزدي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق ما الحاجة إلى استعمال حرف الجر الباء بأهدى ما الحاجة إلى استعمال حرف الجر من هذه الوسائط لأي شيء نستعملها نستعملها لغاية لمقصد لهدف مثل ما يقال في قاعدة المباني والمعاني وهذه القاعدة بخصوص الألفاظ المفردة زيادة المباني دالة على زيادة المعاني ويمكننا أن نطبقها على الجمل أيضا وإلا فإن القاعدة في أصلها على الألفاظ المفردة فعينما تضاف حروف إلى الكلمات فهذا يعني أن المعنى قد توسع قد تأكد مثل ما نقول مثلا أصبر ومرة نقول أصطبر زيادة الطاء فيها دلالة على زيادة المعنى أي فليكن صبرك أكثر وأكثر أصبر أصطبر زيادة المباني يعني أن حروفا زادت في بنية الكلمة في بناء الكلمة في تكوينها فزيادة المباني دالة على زيادة المعاني أصبر أصطبر هذا الأمر أيضا من الوجهة الأدبية ينطبق على بناء الجمل فعينما تضاف حروف لها دلالات قطعا الحروف التي تضاف إلى الكلمات هي حروف نحتاجها في بناء الكلمة لكن الحروف التي تضاف إلى الجمل هذه حروف لكنها في الحقيقة كلمات لها معاني قد تكون في بعض الأحيان أقوى من معاني الكثير من الكلمات وليس فيها راية بأهدا من راية اليماني هذه الحروف التي تضاف إلى الجمل تشير إلى الدلالة التي أشرت إليها فلو لم تكن هذه الدلالة موجودة وهذه الحروف تنبهنا إلى تلكم الدلالة فيمكن أن يكون التعبير وليس فيها راية هدى إلا راية اليماني وينتهي الكلام وهذا الكلام يكون أقوى خصوصا بعد الاستثناء في تشخيص انفراد راية اليماني بالهدى لكن هذه التراكيب وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني هذه التراكيب تشعرنا أن راية مهتدية موجودة لكن المفاضلة والحكم النهائي في الأفضلية لراية اليماني وليس وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني فبالإمكان أن تقول الرواية وليس فيها راية راية هدى إلا راية اليماني حينئذ سيكون الكلام واضحا وواضحا جدا في أن الراية التي هي على هدى راية اليماني فقط خصوصا وأن الأئمة يريدون أن يوضحوا لشيعتهم مسار الهداية لكنهم هنا يفتحون بابا آخر صحيح أنهم وجهوا الشيعة إلى اليماني لكن الظروف السياسية الأوضاع الاجتماعية الواقع الجغرافي وحتى أعراف الحياة التواصل التأريخي بين الشعوب كل ذلك له مدخلية خصوصا ونحن في فترة حساسة هي فترة العلامات الحتمية هناك الراية الأهدا وهناك بوابة أخرى راية مهتدية الأئمة ما ألزم الشيعة على أن يتوجه إليها وأن يكون تحت ظلالها الأئمة وجه الشيعة إلى الراية الأهدا التي هي الراية اليمانية فهذا التعبير وليس فيها راية بأهدا من راية اليماني التعبير هو هو وليس في الرايات راية أهدا من راية اليماني أعتقد أن الصورة تبدو واضحة لكنني سأستمر في تفصيل القول في هذه المسألة حتى ينجلي الأمر بشكل بين أما ما ذكرته السائلة الفاضلة بخصوص الآية من سورة الملك وهي الآية الثانية والعشرون بعد البسملة من سورة الملك أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم الآية ذكرت جهتين الرواية ذكرت ثلاث جهات ففارق بين ما جاء في تراكيب الآية وما جاء في تراكيب الرواية أفمن يمشي مكبا على وجهه هذه جهة أولى أهدا هذه صيغة التفضيل أمن يمشي سويا على صراط مستقيم الكلام بالضبط مثل ما هو في سين البخيل وصاد الكريم فنقول صاد أكرم من سين الكلام هو هو ما ذكرته السائلة الفاضلة من حديث عن إمامنا الكاظمي صلوات الله عليه أعتقد أنها قد نقلته عن تفسير البرهان عن البرهان للسيد هاشم البحراني الذي هو جامع للأحاديث التفسيرية وهذا هو الجزء الثامن من البرهان في تفسير القرآن طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 74 بعد ذكر الآية التي تلوتها على مسامعكم وهي الآية الثانية والعشرون بعد البسملة من سورة الملك الحديث الأول هو هذا الذي نقلته السائلة الفاضلة إلا أن ني ألفت نظرها إلى أن هذا الحديث مقتطع من حديث طويل جدا الحديث الطويل الطويل الذي اقتطع منه هذا الحديث موجود في الجزء الأول من الكاف الشريف هذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران الباب الذي عنوانه باب فيه نكة ونتف من التنزيل في الولاية وهذا هو الحديث الحادي والتسعون بحسب الطبعة التي بين يدي صفحة أربعمية وتسعين الحديث طويل يبدأ من صفحة أربعمية وتسعين أربعمية واحد وتسعين أربعمية واثنين وتسعين أربعمية وثلاثة وتسعين من صفحة 490 إلى نهاية صفحة 493 هذا الحديث فيه بيانات إجمالية للآيات التي ذكرت في هذا الحديث من جملة الآيات التي ذكرت في هذا الحديث قطعا هناك سائل يسأل الإمام الكاظم صلوات الله عليه والإمام يجيب قلت والقائل هو محمد ابن الفضيل قلت أفمن يمشي مكبا على وجشه أهدا إلى آخر الآية والإمام بين ما بين البيان هنا بيان إجمالي لأننا إذا ما نظرنا للحديث من أوله إلى آخره هناك حشد وافر من الآيات القرآنية السائل يسأل والإمام يبين البعاني وقد بين إمامنا الكاظم معاني تلكم الآيات بشكل إجمالي وموجز وسريع وهذا بيان إجمالي للآية إذا ذهبنا إلى تفصيل هذه الآية فأقول لسائلة فإنك ستجدين تطبيق كلامي بالضبط هذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف والرواية التي سأقرأها من الكاف الشريف يمكنك أن تجدها في نفس المصدر الذي نقلت منه بحسب ما أعتقد الرواية الرابعة وإن كانت منقوصة سقطت بعض ألفاظها لكنني سأقرأها من مصدرها الأصل المصدر الأصل الذي جاءت فيه الرواية كاملة تامة هو الجزء الثاني من الكاف الشريف نفس الطبعة صفحة أربعمائة وعشرين باب في ظلمة قلب المنافق وإن أعطي اللسان ونور قلب المؤمن وإن قصر به لسانه الحديث الثاني الحديث الثاني بسنده عن المفضل عن سعد إنه سعد الخفاف من أصحاب إمامنا الباقر صلوات الله عليه عن المفضل عن سعد فهذا هو سعد الخفاف عن أبي جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه ماذا يقول إمامنا الباقر إن القلوب أربعة قلب فيه نفاق وإيمان وقلب منكوس وقلب مطبوع وقلب أزهر أجرت الرواية بنفس ألفاظها وردت في معاني الأخبار للشيخ الصدوق وردت أزهر أنوار هذا القلب الرابع وقلب أزهر أنوار نحن والكافي في الكافي وقلب أزهر أجرت القلب الأجرت هو القلب الذي تجرد من كل ما يبعده عن فناء محمد وآل محمد إنه القلب السليم القلب السليم كيف يعرفه لنا أئمتنا إنه القلب الذي ليس فيه إلا الله وقلب أزهر أجرت فهذه قلوب أربعة قلب فيه نفاق وإيمان وقلب منكوس وقلب مطبوع وقلب أزهر أجرت القلب المنكوس واضح محكوم بضلاله والقلب المطبوع واضح محكوم بضلاله والقلب الأزهر الأجرت محكوم بهداه والقلب الذي فيه نفاق وإيمان فهو بين بين يمكن أن يموت على الهدى ويمكن أن يموت على الضلال إن القلوب أربعة قلب فيه نفاق وإيمان وقلب منكوس وقلب مطبوع وقلب أزهر أجرت فقلت ما الأزهر قال فيه كهيئة السراج منير قال فيه كهيئة السراج فأما المطبوع فقلب المنافق وأما الأزهر فقلب المؤمن إن أعطاه شكر وإن ابتلاه صبر هذا هو القلب الأزهر وأما المنكوس فقلب المشرك ثم قرأ هذه الآية أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم فأما القلب الذي فيه إيمان ونفاق فهم قوم كانوا بالطائف في جزيرة العراب فإن أدرك أحدهم أجله على نفاقه هلك وإن أدركه على إيمانه نجى نجا إذن هناك مجموعات ثلاثة القلب المنكوس قلب المشرك والقلب المطبوع قلب المنافق هتاني مجموعتاني بمثابة مجموعة واحدة مجموعة الضلال والقلب الأزهر الأجرات قلب المؤمن وهذا هداه واضح معروف هذه مجموعة الهدى والقلوب المطبوعة والمنكوسة مجموعة الضلال أما القلوب التي فيها نفاق وإيمان فهذه بين بين فالإمام صلوات الله وسلامه عليه حين جاء بهذه الآية جاء بها في هذا السياق في سياق مجموعة هدى ومجموعة ضلال ومجموعة لا نستطيع أن نجعلها مع مجموعة الضلال ولا نستطيع أن نضعها مع المجموعة الأهدى بالضبط هذا هو التفصيل التطبيقي لهذه الآية ما يرد في رواية واحدة لا يكفي أن نستدل به لا بد من موسوعية وإحاطة في سائر الروايات والأحاديث وهذا على سبيل المثال أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا إنما أجيب بنحو موجز ومختصر بقدر السؤال وإلا فهذا المطلب مطلب إذا أردت أن أخوض فيه فإنني سيحتاج إلى كثير من الوقت نذهب إلى فاصل في برامج سابقة تحدثت عن الخراساني وقلت من أن هذا العنوان من خلال تتبع الروايات والأحاديث قد لا ينطبق على شخص بعينه هذا لا يعني أنني أنفي وجود شخصية يقال لها الخراساني أبدا لكنني من خلال تتبع الأحاديث فإن هذا العنوان يبدو كأنه مشروع نظام سياسي دولة دولة اتجاه فكري لأننا إذا أردنا أن ندقق فيما عندنا من حديث يرتبط بهذا الموضوع في كتبنا القديمة الأصلية لا نجد ملامح واضحة لشخصية الخراساني ما هو معروف في ثقافتنا المهدوية من أن الخراسانية حسيني وهناك من يقول من أن الخراسانية حسني لا أريد أن أدخل في هذه التشعبات قلت لكم قبل قليل هذا موضوع مفصل فيه الكثير من الكلام لكن ما هو شائع بسبب التطبيق على السيد الخميني على السيد الخامنئي على الثورة في إيران بسبب هذه التطبيقات التي انتشرت فيما بيننا بعد سنة ألف وتسعمية أو تسعة وسبعين ميلادي من القرن الماضي بالضبط بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران فالخراساني هاشمي الخراساني حسيني الخراساني في كفه خال في كفه خلل قائده شعيب ابن صالح هذه التفاصيل التي تتردد في أوساطنا في أعمها الأغلب لم ترد في كتبنا القديمة الأصلية وإنما جاءت من كتب المخالفين هم نقلوها عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم هذا الكتاب مثلا كتاب الفتن لنعيم ابن حمات من الكتب التي تتوفر فيها هذه النصوص وهو قد رواها عن جابر الجعفي عن باقر العلوم ولهذا السبب المخالفون يمدحون نعيم ابن حمات حمات لكنهم لا يأخذون بمروياته في هذا الكتاب أو بمروياته الأخرى التي يرويها عن العترة الطاهرة هم يمدحونه يمدحونه مدحاً عظيمة يمدحون نعيمة ابن حمات لكنهم لا يأخذون برواياته لماذا؟ لأنه يروي عن العترة الطاهرة لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع هذا موضوع جانبي لهذا السبب قلت من أن الخراسانية هو عنوان لا يعني أنه لا يوجد شخص يوصف بهذا الوصف لكن هذا الشخص يمثل مشروعاً القضية ليست ترتبط به ارتباطاً شخصياً كما هو الحال مع اليماني اليماني بما هو هو يمثل رمزاً للهداية الخراساني بما هو هو لا يمثل رمزاً للهداية وإنما مشروعه مشروع يوصف بأنه مشروع مهتد الأمور تعرف من عواقبها من خواتيمها الخراسانيون هم أنصار القائم صلوات الله وسلامه عليه وإمام زماننا سيعتمد عليهم اعتماداً كبيراً لماذا؟ لأن الشيعة العربة سيحاربون صاحب الزمان ولذلك الروايات تقول أحبهم أحب الفرس أحب العجم فإن دولتنا فيهم الإمام سيعتمد عليهم اعتماداً كبيراً عاصمته العراق وشيعة العراق أحسنهم حالاً سيبقى متفرجاً لن يوفق لنصرة صاحب الزمان الأعم الأغلب سيقفون في وجه الإمام الحجة وسينتشر النفاق بشكل واضح من خلال الروايات في ذلك الجيل الذي سيحارب الإمام أولاً أولاً وبعد ذلك حينما يقضي الإمام على رؤوس الفتنة ويقضي على كذابي الشيعة فإن العراقيين سيبقون متفرجين يتابعون الأخبار من خلال وسائل الإعلام لن يوفق لنصرة صاحب الأمر وربما يندسون في جيشه ويلتحقون بالسفياني كما قرأت عليكم في الحلقة الماضية من تفسير العياشي فيما يسمى بيوم الأبدال حينما يصل الإمام إلى منطقة العذراء ويخرج أناس من جيش السفياني يلتحقون بصاحب الأمر ويخرج أناس من جيش صاحب الأمر يلتحقون بالسفياني وهكذا كل أناس يلتحقون برايتهم وكل شيعة تلتحق بإمامها فشيعة لآل أبي سفيان وشيعة لعلي وآل علي الحكاية هي الحكاية نذهب إلى فاصل في غيبة النعماني صفحة 281 الحديث الخمسون حديث واضح جدا وقد شرحته بشكل مفصل في برامج سابقة بسنده عن أبي خالد الكابلي عن باقر العلوم صلوات الله عليه كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق هذا واضح في الأحاديث في أحاديثنا وفي أحاديث المخالفين من أن الرايات المشرقية هي رايات الخراساني التي تقبل من المشرق هذه القضية واضحة جدا كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطون ثم يطلبونه فلا يعطون فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر تأريخ هذه التفاصيل سيكون قريبا من ظهور إمام زماننا والخراساني كذلك الخراساني مشرقي والمشرقي إيرانيون والخراسانيون إيرانيون وهذه الأحداث تقع في زمن قريبا من عصر الظهور لسببين السبب الأول الإمام الباقر يقول ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم يعني أن الزمان بين هذه الحركة وبين ظهور الإمام ما هو ببعيد جدا ربما يكون في جيل في جيلين في ثلاثة أجيال لا أدري لكن الزمان ما هو ببعيد جدا وحينما أتحدث عن الأجيال أتحدث عن الجيل الذي يقدر عمره بعقد واحد بعشر سنوات هناك من يعد الجيل في كل ثلاثين سنة وهناك من يعد الجيل في كل عشر سنوات حينما تحدث عن جيل أو جيلين أو ثلاثة تحدث عن الجيل الذي هو بعمر عشر سنوات ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم بعد ذلك الإمام الباقر يقول أما أني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر يعني أن المدة فيما بين هؤلاء وما بين الظهور بمدة عمر الإنسان الطبيعي كما قلت لكم بعمر جيل جيلين ثلاثة أربعة بعمر الإنسان الطبيعي إنني أتحدث عن الجيل الذي يقدر بعقد واحد بعشر سنوات وتلاحظون أيضا من أن الرواية مدحت هؤلاء قالت قتلاهم شهداء فضلا فضلا عن أن المدح الأعظم هو قول الرواية ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم لكن الإمامة الباقرة لم يوجه الشيعة إلى أن يكونوا تحت لوائهم ترك الأمر مفتوحا بل إن الإمامة الباقرة تحدث عن استبقاء نفسه لصاحب هذا الأمر أن يكون معتزلا عنهم بخلاف اليماني أعتقد أن الرواية واضحة جدا ولعلمكم هذا المضمون في هذه الرواية الواضحة والواضحة جدا تكرر في كتب المخالفين في أحاديثهم فلقد نقلوه في كتبهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه قد حدث أصحابه بهذا الحديث عدة مرات بنفس هذا المضمون لكن الأحاديث التي عندهم ليست واضحة بهذا الوضوح وبهذه الدقة كهذه الرواية التي قرأتها عليكم عن أبي خالد الكابلي عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه ولقد شرحتها شرحا مفصلا في حلقة من الحلقات الأخيرة من برنامج مجزرة سبايكر يمكنكم أن تعودوا إليها كي تطلعوا على تفاصيلها هذه الرواية واضحة جداً في الخراسانيين في المشرقيين لا أعتقد أن أحداً يطلع على أحاديث على أحاديث الغيبة والظهور ويبعد هذه الرواية عن دلالتها في مدح في مدح المشرقيين في مدح الخراسانيين وفي مدح الإيرانيين لا أعتقد أن أحداً منصفاً يخرج هذه الرواية عن مسارها الواضح في مدح الحركة الخراسانية والمشروع الخراساني هذا هو الذي أشرت إليه قبل قليل من أن هذا العنوان الخراساني هو عنوان لمشروع لدولة لنظام لقوة عسكرية كبيرة صحيح لكل هذه العناوين لا بد من قيادة لا بد من شخصية عدم التركيز على تفاصيل هذه الشخصية والتوجيه إلى المشرقي إلى الرايات السود إلى الخراسانيين يشير إلى مشروع ونظر الأئمة إلى ذلك المشروع اهتمامهم بالمشروع بنحو أكبر من اهتمامهم بالأشخاص الذين هم على رأس المشروع بخلاف اليماني فإن اهتمامهم بشخصه وهذا واضح من الروايات وواضح مما تقدم من بيانات السر أين السر أن اليمانية يحمل عقيدة سليمة وفكرا نظيفا بينما الذين هم على رأس هذا المشروع مع أنهم ممدوحون لكنهم لا يحملون العقيدة السليمة التي يحملها اليماني وهذه القضية واضحة هناك مدح للجهة الخراسانية للمشروع الخراساني لاحظوا هذه الرواية رواية واضحة كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه من هو قائدهم حتما لهم قائد من هو قائدهم ليس هناك من تشخيص قائدهم قطعا ممدوح مثلما مدحت كل هذه التفاصيل كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا هناك مشروع هناك برنامج هناك منظومة عمل فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا هناك قيام وبعد أن يقوم ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم إنه صاحب الأمر قتلاهم شهداء بينما لاحظوا حينما يكون الحديث عن شيعة العراق صفحة 208 الحديث الخامس والستون عن جابر الجعفي عن باقر العلوم الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول لجابر يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه هؤلاء الشاميون وعاقبة أمرهم إلى السفياني ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء لا فضيلة له إنها الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي بينما هنا ماذا يقول الإمام الباقر هذا حديث الباقر وهذا حديث الباقر هذه رواية أبي خالد الكابلي وهذه رواية جابر الجعفي والإثنان من حملة الأسرار الكابلي والجعفي والحديث عن باقر العلوم حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء أما أني لو أدركت ذلك أدركت هذا المشروع إنه مشروع ممدوح لكنه ليس بمستوى ما عليه اليماني أما أني لو أدركت ذلك هذه علامة خير لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر وهؤلاء سيدفعون رايتهم إلى صاحب الأمر حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء بينما لاحظوا الأمر في العراق في الفترة نفسها إنها مرحلة الإرهاصات يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء قتلاهم على سواء ليس هناك من محق ولا مبطل إنهم رايات مشتبهة لا يدرى أي من أي وينادي مناد من السماء هذه في مرحلة الإرهاصات وفي مرحلة العلامات الحتمية الظروف هي الظروف متقاربة فأولئك المشرقيون قتلاهم شهداء من هم هؤلاء المشرقيون مثلا الباكستانيون الأفغانيون ماذا تقولون أنتم هذه العناوين تنطبق على من تنطبق على الإيرانيين على الخراسانيين القضية واضحة لا تحتاج إلى كثير من الجدل والنقاش هناك مشكلة في بحث هذا الموضوع الذين يتعصبون إلى إيران حينما يأتون إلى هذه الروايات يشرحونها على أساس تعصبهم لإيران وكأن الجمهورية الإسلامية في إيران كأنها دولة معصومة دولة إيران دولة يختلط فيها العدل والظلم ويختلط فيها الحق والباطل والخير والشر كبقية دول العالم الثالث إيران ما استطاعت أن تخرج من حدود دول العالم الثالث إلى الآن لا زالت مقيدة بقيود دول العالم الثالث هذه هي الحقيقة فيها خير وشر فيها هدى وضلال فيها حق وباطل فيها أخيار وفيها أشرار إيران كبقية دول العالم لكن مشروعا إجماليا يتحرك فيها منذ سنة 1979 هذا المشروع يمكن في لحظة من اللحظات أن يوظفه إمام زماننا في خدمة المشروع المهدوي الأعظم أنا أسألكم وحكم وجدانكم وحكم إنصافكم هل أن الإمام الحجة إذا أراد أن يحرك مشروعا في مرحلة الإرهاصات أو في مرحلة العلامات الحتمية هل يحرك مشروعا في باكستان مثلا هل هناك أرضية لهذا هل يحرك مشروعا في الأردن مثلا هل هناك أرضية لهذا هل يحرك مشروعا في العراق مثلا في هذا البلد المحطم عقائديا والمحطم في جميع الاتجاهات إذا كان هناك من جهة يمكن أن يتحرك فيها مشروع في مرحلة الإرهاصات وفي مرحلة العلامات الحتمية إيران نختلف مع الحكومة الإيرانية نتفق معهم نختلف مع الخامنئ نتفق معه أنا لا أتحدث من وجهة نظر سياسي قلت لكم قبل قليل الذين يتعصبون لإيران حينما يأتون إلى هذه الروايات يتعاملون في شرحهم لهذه الروايات وكأن إيران دولة معصومة والذين يح قدون على إيران ويرفضون إيران حينما يأتون إلى هذه الروايات إنني أتحدث عن الوسط الشيعي لا شأن لي بالوهابية أو بغيرهم مثلا أتباع المنهج الخوعي أتباع المنهج السيستاني هؤلاء لا يريدون إيران وإذا قالوا لكم غير ذلك يضحكون عليكم هؤلاء حينما يأتون إلى هذه الروايات يحاولون قدر الإمكان أن يبعدوها عن الذي جرى في إيران منذ سنة 1979 وإلى الآن الذي يبحث عن الحقيقة لا بد أن ينظر إلى الأمور بدقة وبعمق أن ينظر إلى التأريخ أن ينظر إلى الجغرافيا أن ينظر إلى ما يتحرك من نشاط أو من فاعلية بغض النظري أنني أتفق مع هؤلاء أو أنني أختلف مع هؤلاء حينما أشرح هذه الروايات وأشير إلى إيران يقولون عني ما يقولون مع أنني أذيت في إيران من قبل الإيرانيين ومن قبل الحكومة الإيرانية أذيت أكثر من غيري وأذيت أكثر من هؤلاء الذين يرفضون الحقائق في شرحي الروايات حينما أطرحها عبر هذه الشاشة أنا لا أدعو لأحد ولا أريد أن أمدح أحدا خلافا لما تقودني الحقائق إليه لا أريد أن أمدح أحدا ولا أريد أن أقدح أحدا من دون أن تقودني الحقائق إلى ذلك قطعا بحدود معرفتي بحدود فهمي بحدود إمكاناتي تلاحظون أن فارقا كبيرا بين ما جاء في كلام إمامنا الباقري عن المشرقيين عن المشرقيين قتلاهم شهداء وعن العراقيين الشيعة فإن القتل سيستعر بين الكوفة والحيرة عند النجف عند كربلاء ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواق لا قيمة لدمائهم هؤلاء أصحاب رايات مشتبهة لا يدرى أي من أي نذهب إلى فاصل لازلت أقرأ عليكم من غيبة النعماني صفحة 288 إنه الحديث السابع والستون حديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة في صفحة 289 عن جابر الجعفي عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه فبيناهم كذلك الإمام يتحدث عن كثير من التفاصيل إلى أن يصل الحديث إلى الشام وإلى اصطدام الرايات في الشام وإلى غلبة السفياني إلى بقية التفاصيل فبيناهم كذلك حينما يصل جيش السفياني إلى العراق وإلى مشارف الكوفة فبيناهم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان هذه الرايات الخراسانية وتطوي المنازل طيا حثيثة جاءوا مسرعين لأي شيء من روايات أخرى نفهمها جاءوا مسرعين لمواجهة السفياني ومعهم نفر من أصحاب القائم وهذا يدل على أن الراية راية هدى وإلا ماذا يفعل أصحاب القائم معهم لم تقل الرواية ومنهم وفيهم ومعهم ومعهم نفر من أصحاب القائم فلربما هؤلاء هم الذين يوجهون مسيرة هذه القوات ربما هؤلاء مستشارون ربما هؤلاء معينون من قبل اليماني ربما هؤلاء معينون من قبل الإمام الحجة هذه الاحتمالات موجودة ولكن حتى إذا ألغينا كل هذه الاحتمالات وجودهم يدل على أن الراية راية هدى لكنها لا تصل إلى المستوى الذي عليه راية اليماني فبينهم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان وتطوي المنازل طيا حثيثا ومعهم نفر من أصحاب القائم وأصحاب القائم هؤلاء سيلتحقون بصاحب الأمر فلربما هم الذين سيحملون صكوك البيعة من قبل الخراسان إلى الحجة ابن الحسن هناك رواية في غيبة الطوسي الطبعة نفسها التي أشرت إليها صفحة 280 عن جابر إنه جابر الجعفي عن أبي جعفر عن باقر العلوم تنزل الرايات السوت التي تخرج من خراسان إلى الكوفة فإذا ظهر المهدي بعث إليه بالبيعة إما أن أصل الرواية بعثت إليه بالبيعة أو بعث إليه بعث الخراساني إليه بالبيعة فلربما يبعث الخراساني يبعث الخراسانيون بيعتهم صكوك البيعة عهود البيعة مع هؤلاء النفر الذين هم من أصحاب القائم ما نحن قرأنا قبل قليل من رواية جابر عن باقر العلوم صلوات الله عليه فبين هم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان وتطوي المنازل طيا حثيثة ومعهم نفر من أصحاب القائم ويستمر الحديث في صفحة 290 الحديث طويل إلى أن يقول باقر العلوم فيجمع الله عليه أصحابه ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلا ويجمعهم الله له على غير ميعاد قزعا كقزع الخريف قزع الخريف غيومه المتقطعة غيوم الشتاء تكون متراصة تتلبد السماء بكلها بالغيم لكن في فصل الخريف والحديث عن منطقة الظهور الحديث عن الحجاز عن العراقي عن إيران عن منطقة الظهور في الخريف في تلك المنطقة تكون الغيوم قطعا قطعا ثم تجتمع شيئا فشيئا هذا هو قزع الخريف فإن أنصاره الخواص الثلاث مئة وثلاثة عشر يجتمعون في مكة على غير ميعاد قزعا كقزع الخريف قد يأتي الاثنان معا أو يأتي الثلاثة معا أو يأتي شخص بنفسه لوحده لا أريد أن أخوض في كيفية مجيئهم الروايات تحدثت وفصلت لكن هؤلاء الذين كانوا مع الخراسانيين قطعا سيلتحقون بالإمام في مكة ومعهم مع الخراسانيين نفر من أصحاب القائم ونفس الحديث يقول فيجمع الله عليه أصحابه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجل ويجمعهم الله له على غير ميعاد قزعا كقزع الخريف وهذه الرواية تقول تنزل الرايات السود التي تخرج من خراسان إلى الكوفة تطوي المنازل طيا حثيثا فإذا ظهر المهدي بعث إليه بالبيعة أفضل وسيلة لبعث البيعة إلى المهدي مع هؤلاء النفر من أصحاب القائم صلوات الله وسلامه عليه الذين كانوا معهم يصاحبونهم في مسيرتهم التي طووا فيها المنازل طيا حثيثا كل هذه الروايات كل هذه التفاصيل تصرح بمدح الخراسانيين وبمدح قائدهم الخراساني وبمدح الراية الخراسانية إنهم يبعثون بالبيعة إلى الإمام الرواية التي مرت علينا قبل قليل عن المشرقيين الذين يطلبون الحق ولا يعطون فإنهم يقومون بالأمر ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء لو لم يكن قتلاهم شهداء هل يأتي أصحاب القائم معهم القوم هم 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 القضية واضحة واضحة جدا لو كان المقام للتفصيل أكثر لفصلت لكم أكثر لكن إذا ما سنحت الفرصة أن أحدثكم عن الخراساني فإنني سأحدثكم بشكل مفصل وبالمناسبة هذه الرواية أخذها الطوسي عن ابن حمات لأن ابن حمات نقلها عن جابر الجعفي هم يضعفونها لأنها مروية عن جابر الجعفي عن باقر العلوم الطوسي نقلها ولكنه صحف في سندها فالرواية موجودة هنا عن سعيد أبي عثمان الطوسي نقلها عن سعيد عن أبي عثمان لا أريد أن أخوض في هذه الجزئيات الصغيرة التي هي ليست مهمة جدا نذهب إلى فاصل هذا هو الجزء الثاني من عيون أخبار الرضا لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 65 رقم الحديث 230 إمامنا الرضا يحدثنا عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لا تقوم الساعة حتى يقوم قائم للحق منا إنه إمامنا الحجة بن الحسن هذه الرواية جئتكم بها مثالا على جمع من الروايات تشعرنا أن الخراسانية مشروع أن الخراسانية دولة أن الخراسانية ما هو بشخص صحيح أن الدولة يقودها شخص أن المشروع يكون على رأسه شخص لكن النظر ليس للأشخاص وإنما النظر للمشروع بالضبط كعنوان الأعور الدجال ما هو بشخص إنه مشروع لو رجعنا إلى روايات الأعور الدجال فالأعور الدجال أوصافه لا تتحدث عن إنسان أوصافه تتحدث عن حضارة ضخمة عن قوة هائلة عن إمكانات لا يمكن بأي وجه من الوجوه أن يتملكها إنسان لوحده فكما أن هذا العنوان الأعور الدجال ليس شخصا بعينه كذلك الخراساني مشروع هذا لا يعني أن مشروع الأعور الدجال ليس على قيادته أشخاص وليس على رأسه رؤساء أبدا لا يمكننا أن نتصور مشروعا دولة حضارة من دون قيادة من دون حكومة من دون رئاسة من دون محرك يحركها لكن هذا العنوان الأعور الدجال الدجال الأعوار ليس بشخص إنه دول إنه حضارة إنه إمكانات هائلة جدا إنه جيوش قوات أحلاف عسكرية هذا هو الأعور الدجال الخراساني أيضا لكن هذا لا يعني أن الأعور الدجال هذا المشروع ليس له رؤوس ليس له رجال تحركه وتقوده كذلك الخراساني قلت إنني أحتمل هذا من خلال التدقيق والتتبع للروايات وهذا مثال من الأمثلة أنا لا أستطيع أن أقرأ عليكم كل شيء إمامنا الرضا يحدثنا عن النبي صلى الله عليه وآله لا تقوم الساعة حتى يقوم قائم للحق منا هو صاحب الأمر وذلك حين يأذن الله عز وجل له ومن تبعه نجا من تبع قائم آل محمد ومن تخلف عنه هلك الله الله عباد الله فأتوه ولو على الثلج فأتوه ولو على الثلج النبي يتحدث عن ظهوره والإمام يظهر في العجاز فأين الثلج من هذا ويتوجه إلى العراق فأين الثلج من هذا يتوجه إلى الكوفة وحتى لو توجه إلى الشام فأين الثلج من هذا الثلج عند المشرقيين هناك في الأحاديث من أن بداية أمره بداية أمر المهدي تكون من المشرق عودوا إلى سنة 1979 كل هذا على سبيل الاحتمال ما أنا قلت لكم من البداية وأنا أحدثكم عن هذه الروايات في الحلقات الماضية وفي هذه الحلقة كل ذلك على سبيل الاحتمال إنني لا أعلم الغيب ولا أملك كل المعطيات لكنني أدقق النظر في الأحاديث وأدقق النظر في التأريخ وأدقق النظر في الواقع الذي حولي مع تجربة ومعاناة في الأجواء الشيعية وفي أفق الثقافة المهدوية عودوا إلى سنة 1979 قبل انتصار الثورة الإسلامية ليس هناك من ذكر للإمام المهدي حتى في الأجواء الشيعية بدأ يطرح أمر الإمام المهدي بعد انتصار الثورة في إيران بعد انتصارها في أوائل سنة 1979 ألا تلاحظون من أن حركة جهيمان التي كانت من الحركات التي ادعت المهدوية مباشرة كانت بعد انتصار الثورة في إيران وفي حينها السعوديون وغير السعوديين اتهموا الإيرانيين من أنهم وراء هذه الحركة والإيرانيون لا علاقة لهم بالموضوع حركة وهابية صرفة بدأت تركيز في العالم الغربي على نبوءات نوستر دامس أتعلمون من أنه بعد سنة 1979 بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران صار كتاب نوستر دامس من أكثر الكتب مبيعا في العالم إلى يومنا هذا لماذا؟ لأن الكتاب يتحدث عن مستقبل العالم عن نهاية العالم عن الرجل الإسماعيلي الذي سيأتي من مكة عن القوات الإيرانية التي ستداهم أوروبا من جهة البحر المتوسط عان وعان وعان لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع وقد تحدثت عن بتفاصيله في برامة سابقة وفي سنوات سابقة وقت الحلقة صار طويلا وعندي هناك من المطالب ما أريد أن أشير إليها مع أنني قد طويت كشحا عن عديد من هذه المطالب أقرأ الرواية ودقق النظر فيها لا تقوم الساعة حتى يقوم قائم للحق منا إنه الحجة بن الحسن وذلك حين يأذن الله عز وجل له ومن تبعه نجا ومن تخلف عنه هلك إنه سفينة النجاة وعين الحياة هكذا نسلم عليه في زياراته من أنه سفينة النجاة ومن أنه عين الحياة الله الله عباد الله فأتوه ائتوا القائمة ولو على الثلج فإنه خليفة الله عز وجل وخليفتي فأتوه ولو على الثلج الإشارة هنا إلى مشروع في أرض ثلجية هذا المشروع يرتبط به فأتوه البداية من هنا ليس بالضرورة أن يكون هذا المشروع متكاملا لا عيب فيه لا نقص فيه لا خلل فيه لا ظلم فيه أبدا من قال بهذا هل أن بقية التفاصيل التي ترتبط بأحداث مرحلة الإرهاصات أو حتى ما قبل الإرهاصات وبأحداث مرحلة العلامات الحتمية هل يعني أن كل التفاصيل ستكون كاملة مثالية معصومة لا يشوبها ما يشوبها من قال بذلك أصحاب القائم وبعد ظهوره وبعد بيعتهم في مكة إنني أتحدث عن الثلاثمائة وثلاثة عشر سيشكون فيه وسيطلبون منه تجديد البيعة لهم وفي الكوفة سيفرون منه إنني أتحدث عن هؤلاء الثلاثمائة سيفرون من الإمام ثم لا يجدون ملجأ إلا إليه ويعودون إليه الروايات تحدثنا عن ذلك أنا لا أريد أن أفتح هذا الموضوع في هذه اللحظة تحدثت عنه كثيرا وكتبت عنه فلماذا نتوقع أن المشروع الخراسانية لا بد أن يكون مكتملا ليس فيه عيب ليس فيه نقص هذا مشروع بشري يختلط فيه الحق والباطل والظلم والعدل والحسن والقبيح والهدى والضلال تختلط هذه الأمور خصوصا في دوامة من الأحداث المتلاحقة والفتن المتراكمة والمتراكبة في زمن أصبحت فيه الرؤية قاتمة قاتمة جدا وعداء مضطرم داخل الوسط الشيعي ورايات مشتبهة في كل جهة من جهات واقعنا الشيعي وابتعاد واضح عن منهج العترة الطاهرة وسقوط واضح في العيون الكدرة القذرة الناصبية منذ سنة 448 منذ أسس الطوسي الحوزة الطوسية النجفية المشؤومة ماذا أقول لكم أكثر من ذلك أنني أحاول أن أقرب الفكرة كي تكون الصورة واضحة لديكم فأتوه ولو على الثلج الحديث هنا ليس عن شخص الإمام صلوات الله عليه الحديث عن النقطة التي ستبدأ منها الحركة الحركة الشيعية ويبدأ منها الجو التمهيدي قد يكون في جهة من الجهات قد لا تكون الدولة الإيرانية بقضها وقضيضها في هذا الاتجاه قد تكون هناك بعض الفعاليات فيها هناك كلمة نقلت عن الخميني سمعنا بها حينما كنا في إيران حين أقول سمعنا بها لا أعظم نفسي إنما أتحدث عني وعن غيري من الذين كانوا في إيران في بدايات الثورة الإيرانية سمعنا بها سمع بها الناس حينما قيل للخميني من أن الجمهورية الإسلامية لا زال حالها سيئا فأين الإسلام وأين العدالة فأجابهم من أننا نسعى لدولة إسلامية لكنها قد لا تتحقق إلا بعد زمن طويل وربما لا تتحقق فلما قالوا إذن ما الفائدة من كل هذه التضحيات ومن كل هذا السعي فأجابهم بحسب ما سمعنا في حينها أنا ما قرأت هذا الكلام في كتاب من الكتب ولا شاهدته وسمعته عبر وسائل الإعلام لكنها الأجواء القمية آنذاك التي كانت تحتدم بما تحتدم به والحديث والنقاش على أوجه فأجابهم لو أن هذه الدولة توفر مكانا ومجالا لأناس يمكن أن يكون أنصارا لصاحب الأمر كفانا هذا كفانا أن تكون هذه الدولة مكانا آمنا يتجمع فيه أناس يكونون أنصارا لصاحب الأمر يكفينا يكفينا نتيجة من كل هذا الذي قد تقدم من تضحية ومن عمل ومن سعي إذا صدق هذا الكلام لا أدري هذا الكلام بالنسبة بالنسبة لي أنا أصدقه لأنني في وقتها كنت واثقا من الجهة التي نقلت هذا الكلام وكانت تنقل هذا الكلام ليس مهما هذا كلام من رجل شيعي ليس مهما هذا ما هو برواية أو حديث من أحاديث العترة الطاهرة لكنه من رجل هو على رأس الأمور في هذا الموضوع الحديث عن إيران حديث شائك جدا يختلط فيه الحق والباطل إذا أردنا أن نفصل في هذا الموضوع لا بد أن نشخص مواضع الحق وأن نشخص مواضع الباطل وهذا أمر عشير يحتاج إلى عديد من الحلقات وإلى تفصيل طويل في الكلام وإلى غور في الوقاع التاريخية وإلى بحث في الكواليس أعدكم إذا ما وجدت فرصة مؤاتية في قادم الأيام ضمن حلقات هذا البرنامج سأفتح هذا الموضوع وفي جميع اتجاهاته نذهب إلى فاصل الكتاب الذي بين يديه هو الجزء السابع والخمسون من بحار الأنوار لشيخنا المجلس رحمة الله عليه وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة ميتين واثنعش الحديث الثاني والعشرون وكذلك في صفحة ميتين وثلاثتعش الحديث الثالث والعشرون وأحاديث أخرى لن أقرأ هذه الأحاديث بتفاصيلها لأنني سأضطر إلى شرحها إذا قرأتها عليكم ستثور أسئلة في رؤوسكم وأنا لا يهدأ لي بال حينما أقرأ نصا يثير أسئلة وأعلم أن المتلقين أن المشاهدين يستفهمون ولا أقدم أجوبة لهم إذا قرأت الأحاديث بتفاصيلها فإنني لا بد أن أشرحها لكنني سأذهب إلى موطن الحاجة فقط ولن أطيل الوقوف عند هذه العبائر وقت الحلقة صار طويلا وأحاول أن ألملم أطراف حديثي بقدر ما أتمكن عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بعد أن تحدث ما تحدث فقال وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق قطعا هذه حجة إجمالية لا يقال عن بلد بكل أهله أنهم يكونون حجة على الناس هذه حجة إجمالية قلت لكم من أن هذه الأحاديث بحاجة إلى شرح وبحاجة إلى ذكر مجموعة أخرى من الأحاديث لتوضيحها فإن الأحاديث إذا لم تشرح بأحاديث من حديثهم صلوات الله عليهم لن تكون واضحة لكنني أنقل لكم الكلام بالإجمال فمثلما النجف عنوان لشيعة العراق قم عنوان لشيعة إيران وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق وذلك في زمان غيبة قائمنا هذا الحديث منقول عن الصادق في بدايات تأسيس قم قم التي أسسها العراقيون الكوفيون الذين فروا من الحجاج الثقفي حينما كان الحجاج حاكما على العراق فر الأشعريون الشيعة الأشعريون من بني الأشعر لا علاقة لهذا الأمر بعقيدة الأشاعرة بن الأشعر إنما قيل لهم الأشاعرة نسبة إلى الأشعري هو كان أشعريا من قبيلة بن الأشعر لا علاقة لنا بهذا الموضوع بن الأشعر الشيعة الذين كانوا في العراق وفي الكوفة تحديدا هاجروا إلى إيران فرارا من الحجاج الثقفي حكاية طويلة لا أريد أن أضعها بين أيديكم لضيق الوقت هم الذين بنوا وأسسوا مدينة قم لم تكن هذه المدينة موجودة قبل هؤلاء نعم هناك مدينة مجوسية كانت قريبة منها تعرف بمدينة كمندان لا زالت آثارها إلى اليوم موجودة من ذهب منكم إلى مسجد جمكران ما بعد مسجد جمكران توجد آثار لهذه المدينة على أي حال لا أريد الحديث عن تاريخ مدينة قم وسيأتي زمان تكون بلدة قم هذا الكلام في بداية تأسيسها لأن الحديث عن الصادق صلوات الله عليه سيأتي سيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق في ذلك الوقت كانوا قد هربوا من الأمويين وحاولوا أن يجدوا لهم ملاذا في هذا المكان بعيدا عن أعين الأعداء والإمام يقول من أن هذه البلدة ومن أن أهلها سيكونون حجة على الناس في يوم من الأيام وقد رأينا هذا بأم أعيننا فإن الدين بإجماله بأخطائه وصوابه في زماننا هذا ما خرج من النجف خرج من قم كل الفضائيات الدينية كل الحسينيات في شرق الأرض وفي غربها وحتى في النجف وحتى في كربلاء كل الشعرائي كل الرواديت كل الخطباء كل المتحدثين إما أن خرجوا من قم وإما أن تأثروا بالذين خرجوا من قم فأصابع قم في كل مكان منتشر وهذا مصداق لهذا الحديث لا أريد أن أفصل كثيرا وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق مثال من الأمثلة فهذه الفضائية التي بين أيديكم وهذا الفكر الذي يطرح بين أيديكم فكر قمي في جذوره وأصوله وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق وذلك في زمان غيبة قائمنا إلى ظهوره هذا يعني أن المدة الزمانية ليست طويلة ألا تلاحظون أن الأحاديث تتفق جميعا وكل الأحاديث تشير إلى جهة واحدة وذلك في زمان غيبة قائمنا إلى ظهوره ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها هذا يعني أن المشروع له علاقة بالحجة الأصل فإن الأرض لا تسيخ بأهلها بسبب الخراسانيين أو بسبب الخراساني أكان موجودا أم لم يكن موجودا الحكاية ترتبط بالأصل بالحجة القائمة صلوات الله عليه يعني أن المشروع بوجه من الوجوه يرتبط به وهو نفس المضمون الذي قرأته عليكم قبل قليل فأتوه ولو على الثلج فأتوا القائمة فإن القائمة ليس في بلاد الثلج وإنما الذي في بلاد الثلج في بلاد إيران هناك مشروع له صلة بوجه من الوجوه به وحذاري من أن تتصور أن هذا المشروع مشروع معصوم لا تقع في هذه الترهات في ترهات العداء أو في ترهات الولاء إما أن توالوا وتصبحوا عبيدا للمشروع وإما أن تعادوا وتصبحوا ضد مشروع له صلة بصاحب الأمر الأمور لا تجري هكذا تلك هي الحكمة اليمانية تلك هي المعرفة اليمانية التي تفوح روائحها وعطورها الزكية والذكية من أحاديث العترة الطاهرة وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق بالإجمال وليس بالتفصيل نحن نتحدث عن أمم من الناس يختلط فيهم الحق مع الباطل لكن بالإجمال يشيرون إلى جهة حق يشيرون إلى الحجة بن الحسن وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق وذلك في زمان غيبة قائمنا إلى ظهوره ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها الذين يتعصبون للإيرانيين يفسرون الرواية في أن الإيرانيين سيكونون حجة على الخلائق الرواية لا تتحدث عن هذا إنني أفهم هذه الروايات وفقا للمعاريض فإن الرجل منكم لن يكون فقيها حتى يعرف معارض كلامنا رواية أخرى قد يكون المعنى فيها أصرح وأوضح أيضا عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه إنه الحديث الثالث والعشرون وهذا الحديث يشير إلى زوال حجية الكوفة فإن الكوفة وأهلها كانوا حجة على العباد بالإجمال بالإجمال لأن الكوفة مهد التشيع نشأ التشيع فيها ولذا في الرواية ستخلو كوفة من المؤمنين مطبوع ويأزر عنها العلم لا معنى لكلمة يأزر وإنما المفروض ويأرز ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها يأرز عنها العلم إنها حالة سباة كحالة سباة الحية هذا هذا في زمن ظهور الحجة صلوات الله وسلام عليه المراد من زمن ظهوره في مرحلة الإرهاصات في مرحلة العلامات الحتمية وفي مرحلة بداية وقاع الظهور ستخلو كوفة من المؤمنين ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم وتصير معدنا للعلم والفضل الرواية تشير إلى أن النجف لن يصدر منها علم صحيح ومن أن قم سيصدر منها علم صحيح لا يعني أن كل علم سيصدر من قم هو علم صحيح بحدود ما يكون حجة على الناس فمثل ما ورد مديح للقميين ورد ذم أيضا مثل ما قالت الروايات لو للقميون لضاع الدين قالت الروايات من أن القميين سيخونون أخوانهم فهناك مديح وهناك ذم لكن بالإجمال فإن قم وأهلها سيكونون حجة على الناس بالإجمال أنا قلت لكم قبل قليل موضوع الخراساني موضوع فيه الكثير من الكلام إلا أنني أوردت هذه اللقطات كي أبين من أن الأحاديث مدحت الراية الخراسانية ولاحظوا العنوان إنه دقيق جدا إنني قلت حديث عن الراية الخراسانية ما قلت حديث عن شخصية الخراساني لأنني ما تكلمت عن شخصية بعينها وإنما تحدثت عن مشروع خراساني يتحرك في إيران له صلة بصاحب الأمر بجهة من الجهات وهذا واضح من خلال كل هذه الأحاديث هذا لا يفهم عبر الظهور العرفي هذا يفهم عبر معاريض القول وأعتقد أنني استطعت أن أقرب الفكرة وأن أوضح الصورة بين أيديكم أعود إلى الرواية فتقول ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم وتصير معدنا للعلم والفضل حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين في الجو الشيعي وإلا ليس الحديث مثلا عن الهندوس أو عن البوذيين في الجو الشيعي المستضعف في الدين هو الذي لا يميز بين الحق والباطل لا يمتلك الثقافة الدينية الكاملة ولا يمتلك القدرة العقلية للتمييز بين الحق والباطل كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية على قد حاله يلا ممش أموره يلا يأكل ويشرب وينام ويبعد حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين حتى المخدرات في الحجال الحجال جمع لحجلة والحجلة هي الغرفة التي تزين للعروس في ليلة عرسها وذلك عند قرب ظهور قائمنا فيجعل الله قوم وأهله قائمين مقام الحج ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها ولم يبقى في الأرض حج إلى آخر الرواية إلى أن تقول الرواية ثم يظهر القائم عليه السلام فكل هذا في الأجواء القريبة من عصر الظهور إما في مرحلة الإرهاصات أو في مرحلة العلامات الحتمية والتي ستقودنا إلى زمن مقارب جدا من ظهور الحجة بن الحسن مرحلة الإرهاصات قد تستمر أجيالا وربما نحن الآن في مرحلة الإرهاصات إذا ما تطابقت هذه الإحتمالات في الروايات التي أشرت إليها في هذه الحلقة وكذلك في الحلقات الماضية إذا تطابقت هذه الإحتمالات مع الواقع وكانت صادقة في دلالتها وانطباقها على الواقع فإننا سنكون في مرحلة الإرهاصات كم ستطول كم ستستمر هذا أمر راجع إلى إمام زماننا إلى الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وهذه الروايات بحاجة إلى وقفة طويلة لتشقيقها ولتفكيكها ولقتلها شرحا كي تتضح أصورة أكثر وأكثر هناك روايات كان في نية أن أقرأها عليكم لكن وقت الحلقة صار طويلاً صفحة وثمتين وثمونتعش الحديث التاسع والأربعون عن إمامنا الصادقي قال تربة قوم مقدسة لهذا السبب حينما أذكر قوم دائماً تلاحظون تلاحظون أنني أقول قوم المقدسة استناداً إلى هذه الأحاديث الصادق هو الذي يقول تربة قوم مقدسة وَأَهْلُهَا مِنَّا وَنَحْنُ مِنْهُمْ إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه أما إنهم أنصار قائمنا ودعاة حقنا ولكنه قال شيئاً قبل ذلك سأقرأ الرواية عليكم الصادق يقول تربة قوم مقدسة وأهلها منا ونحن منهم لا يريدهم جبار بسوء إلا عجلت عقوبته ما لم يخونوا إخوانهم هذا يعني أنهم سيخونون إخوانهم ما لم يخونوا إخوانهم فإذا فعلوا ذلك صلط الله عليهم جبابرة سوء هذا التسليط على الإيرانيين في هذه المحاصرة الاقتصادية وغيرها جاءت من فراخ ماذا تقولون أنتم هذا حديث العترة الطاهرة تربة قوم مقدسة وأهلها منا ونحن منهم لا يريدهم جبار بسوء إلا عجلت عقوبته ما لم يخونوا إخوانهم فإذا فعلوا ذلك صلط الله عليهم جبابرة سوء أما إنهم مع ذلك قلت لكم يختلط الحق بالباطل والعدل بالظلم والرحمة والشفقة بالقسوة ويختلط ويختلط أما إنهم أنصار قائمنا ودعاة حقنا ثم رفع رأسه إلى السماء الإمام الصادق وقال اللهم أعصمهم من كل فتنة ونجهم من كل هلكة هذا يعني أنهم سيوفقون لنصرة القائم قطعا كل بحسب نيته نحن لا نتحدث عن الجميع لا نتحدث عن الحكومة كلها ولا نتحدث عن الشعب كله نحن نتحدث عن أنصار القائم صلوات الله وسلامه عليه وليس بالضرورة أن يكونوا بأجمعهم من قم هناك رواية عندنا في صفحة 218 الحديث الثامن والأربعون حديث طويل جاء فيه فوثب الرجل على رجليه وقال يا ابن رسول الله هذا خاصة لأهل قم هذه المضامين من المديح من الخصوصيات مما جاء في هذه الرواية هذا خاصة لأهل قم قال نعم ومن يقول بمقالته ليس بالضرورة أن يكون منتميا انتماءا جغرافيا قم هنا عنوان مثل ما النجف عنوان دائما أقول لكم من أنني حينما أتحدث عن هذه المدن فإنني أتحدث عن عنوان لا أتحدث عن جغرافيا وهذا هو منهج أهل البيت في حديثهم يا ابن رسول الله هذا خاصة لأهل قم قال نعم ومن يقول بمقالته القضية ليس جغرافيا القضية قضية عقيدة لا تنسوا البرنامج الذهبي الزبدة الذهبية البرنامج الذهبي هو برنامج الحكمة اليمانية وفقا لمنهج القرى الآمنة القرى الظاهرة الزبدة الذهبية اعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك أتمنى أن يكون جوابي مفيداً ونافعاً للأخت العزيزة الفاضلة التي وصلتني رسالتها وأتمنى أن يكون حديثي نافعاً ومفيداً لكم أيضاً ترجمة نانسي قنقر